مشاهدين دلوقتي موجز مع أهم وآخر الأنباء مع منا تفضلي منا شوفران ليكي باسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كوب 27 فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافري والتنفيذ الفاعل وخلال كلمته الترحبية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف أشر الرئيس السيسي إلى أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر تصادف هذا العام الدكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مشيرا إلى أن مصر تثق بأن العالم سيكتمع مرة أخرى لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح كوب 27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ التقى سفير مصر لدى المجر محمد الشناوي برئيس البرلمان المجرية اللازلو كوفير حيث وجه له التهنئة بفوز الاعتفال الحاكم في المجر في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت في إبريل الماضي ونقل له في هذا الصدد تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ودعوته له لزيارة مصر خلال العام الجاري بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال محادثة هاتفية أجرها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية وفي بيان للخارجية الأمريكية شدد بلينكين على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية ودعم الإدارة لحل الدولتين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعم وأوضحت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعاقت وصول تواقم الإسعاف للشابة المصابة إلا بعد نحو عشرين دقيقة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزاود أوكرانيا أنظمة صاروخية متطورة وخلال تصريحات صحفية أكد بايدن أن الأنظمة الصاروخية تتيح لأوكرانيا إصابة أهداف أساسية في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي من دون أن يوضح عن أي نوع تحديدا من الأنظمة الصاروخية يتحدث أعلنت الحكومة البرازيلية مقتلى مئة وستة أشخاص على الأقل وما زال عشر مفقودين مع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد لليوم السادس على التوالي وقال مسؤول برازيلي أن أولوية الحكومة هي العثور على المفقودين وسط الإنهيارات الطينية والفيضانات العارمة وختاما يؤدي المنتخب الوطني اليوم ميرانا تنشيطيا بمقار فندق الإقامة بمشاركة اللاعبين المنضمين وكان قد النظم لمنتخب الفراعين أمس الثنائي محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي على أن ينضم باقي اللاعبين تبعا ويستعد المنتخب الوطني لخوض مبارتين أمام غينيا وأثيوبيا يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بتصفية مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية القادمة نهاية موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعد الفاصل